إلهام نعم إلهام أهلو أهلو كلم عليكم وعليك السلام يا إلهام أهلو أيوة نعم أنت على الهوى أهلو كلم عليكم وعليك السلام تسمعني يا دكتور أسمعك يا إختي تصغفت رمضان الكريم لكل طاقة من أم الإسلامية أجمعين نعم أعلي منك نصيحة دكتور إذا ممكن تفضلي شو أمري تسمعني والله العظيم أسمعك أهلو أنا أسمعك أنا أسمعك أنا أسمعك السؤال هو بحكم حد مسألة على حكم الاختلاط في العمل بمسبب الرجل والمرأة أنا أستاذة جانعية وإحنا عنا لنا الاختلاط في الجانة وحتل بالنسبة مني نكون مشرفة على أطروح الماجستير أو الدكتورة بعد أحيان سيكون عندي طالب رجل الحكم الشرعي الاختلاط أختي هل أنا أاتي مفهد العمل؟ لا أختي لا استياثي ما لا استياثي ما اسمعيني مسألة منع الاختلاط وحجة والله الاختلاط سد باب الذراع والاختلاط لا يجوز الطائرة بها اختلاط الباص به اختلاط المستشفيات به اختلاط كل دوائر العمل به اختلاط العبرة ليس بالاختلاط العبرة بالنفوس النفسة دنية يفعل الشر ولو كان ببيئة الرجال والمرأة كذلك إذا نفسها دنية وتريد المعصي تفعل الشر ولو ببيئة نساء العبرة ليس بالاختلاط في الكعبة نختلط في الطواف نزاحم في الصف والمروى نزاحم فأنت في بيئة عملك لا بد من الاختلاط علمتي طالما أن يوجد اختلاط وانت تحفظين نفسك وتحفظين حدود الأدب فلا بأس عليك اختلاط العبرة ليس بالاختلاط العبرة بمن يريد الفساد من اختلاطه هذا فإذا وقع الاختلاط في عمل أو في تدريس أو غيره وكل إنسان يعلم حدوده وحدود الأدب وحدود الطاعة والمعصية فلا بأس في هذا أختي علمتي؟ أحليد شكرا جزيلا لك فلو أنت أخذتي بقاعدة الاختلاط حرام باكر من سوى طيارة لونها وردي للحريم وطيارة لونها أزرق للرجال لا هذا الكلام هذا الكلام اللي قلت هو دكتور هو كلام عندي كنت مقتنع بي ولكن في شخص قدم وهو اللي يعطاني بالسنة وبالحديث وبالشرع أنه حرام وين يعطيني بالسنة والشرع شو الدليل لعطاكي ما أتذكر النصوط لكن هو قال النصوط قال بأنه كان شرطه أنه أترك العمل هو تقدم لي وقالك أترك العمل وأنه عاملي أنا موضوعه في خانة الحرام يعني أنا آتنا بهذا العمل آتنا بهذا العمل اسمعي دكتورة أنا بناديكي دكتورة إلهام الله يخليك يا دكتورة اسمعي دكتورتي إذا كان عملك حلال طيب العبرة ليس بالاختلاط العبرة بالعمل عملك حلال أم حرام لا حلال أنا من وجهة نظري حلال حلال أنت تعلمي أجيال وتخرج أجيال الله يزيك خير أنا متحجبة يعني الحمد لله أنت تعلمي أجيال ودرسين بناتنا وعيالنا الله يزيك الخير نحن نرفع لك العقال والقبعة الله يزيك كل خير فالرجل الذي يدخل عليك نصيح لكل البنات إذا كان عملك حلال وأنت حشيمة مؤدبة ورجل قال لك عملك حرام أتركي العمل حتى أتزوجك نصيحتي لي لكي كأخ أتركيه ولا تتركي العمل العمل يبقى ويدوم لكنه ربما يخذلك في أي وقت وتسعين لوظيفة أخرى فيبقى في عملك وقول له أنت من فرض أنت تراه حرام فلماذا تتقدم لامرأة تراها تعمل بالحرام صح أو لا صحيح كيف أنت أنت بتتقدم لامرأة تشوفها شغلها حرام ليه تتقدم لها أنت مطوع شوف لك واحدة تشغل بالحلال فهو هو رجل يراك تعملين حراما بعد مدة سيرى كل ما تفعلينه حراما نصيحة ابقى في دوامك وألف رجل يتمناك الله يزيك كل خير شكرا يا مرحبا اللهم أني صائم فاصل فاصل وأنا أعود ترجمة نانسي قنقر